أقر مجلس ودارة غرفة تجارة وصناعة عمان خلال اجتماعه الأول لهذا العام تقديم أعفاء لأصحاب المؤسسات والشركات المتعثرة حتى نهاية مارس 2022 واعتمد المجلس موازنة الغرفة لعام 2022 بهدف المساهمة في تنفيذ الفعاليات والانشطة الاقتصادية للغرفة وإعداد دراسات اقتصادية دعما للبحوث والابتكارات بالإضافة إلى دعم المسؤولية المجتمعية وبحث المجلس تقديم المزيد من الدعم للقطاع الخاص عبر تكريس الجهود لاستكمال المبادرات التي أطلقتها الغرفة خلال الفترة الأخيرة التي من شأنها تعزز لداء الاقتصادي في سلطنة عمان وضمان استدامة أعمال مؤسسات القطاع الخاص وكان مجلس الوزراء قد وافق على تمديد فترة مجلس إدارة الغرفة الحالي لمدة ستة أشهر حتى صدور النظام الجديد للغرفة